تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنية من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبية الحرس الوطني إلى سمو أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن ميثاق العمل الوطني حظي بإجماع أبناء البحرين يكون نبراسا لمسيرة التقدم والازدهار والنماء للمملكة سائلا المولى العلي القدير أن نعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وأبنائها بالمزيد من التقدم والرفعة والنماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا